ترجمة نانسي قنقر عبر الهاتف من أبوظبي النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى الأستاذة جميلة علي سلمان رئيس وفد الشعب البرلمانية المشارك في القمة العالمية لرئيسات البرلمانات مساء الخير أستاذة جميلة بداية لو تحدثين عن هذه المشاركة مساء نور طبعا وفد مملكة البحرين اللي تكوى من عضوات مجلس الشورى وعضوات مجلس النواب نحن اليوم الأول نشارك في القمة اللي تعقد في أبوظبي طبعا هاي القمة تعقد لأول مرة في الشرق الأوسط وبتكون يعني وطبعا اليوم حضر هاي القمة الكثير من الشخصيات المهمة منهم طبعا رئيس البرلمان الدولي وأيضا كثير من البرلمانيات يمكن في حدود خمسين من رئيسات البرلمانات في العالم وحضر أيضا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب واللي كان طبعا ألقى كلمة دعمة للمرأة وأكد على دور المرأة في العمل السياسي نعم هذه القمة طبعا تناولت بعدة محاور مهمة وابتدت مناقشة اليوم أول المحاور اللي بتكون على أربع جلسات وراح يعني طبعا متعلقة بالشأن السياسي وبالشأن الاقتصادي والعلامي والتكنولوجي المحور الأول اللي تم مناقشته فعلا يتكلم عن الدفع قدما بعملية السلام والأمن ودور المرأة في عملية الأمن والسلام نعم وطبعا وأسباب الصراعات اللي في العالم نعم والمحور الثاني اللي هو المحور الاقتصادي اللي راح يتناول موضوع الرخاء الاقتصادي للأجيال القادمة ودور الشباب باعتبارهم هما عملاء السغير في البلدان نعم وعيضا المحور الثالث راح يتكلم عن البيئة وكالسية حماية كوكب الأرض أساس أننا نتمتع بكوكب أكثر صحة أما المحور الأخير لهاي الأول يوم راح يتكلم عن دور البرلمان في الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والأختصالات ووسائل الإعلامة نعم أستاذة جميلة المرأة البحرينية استطاعت أن تقطع خطوات كبيرة فيما يتعلق بمشاركة المرأة في المجال البرلماني كيف من الممكن أن تسم هذه المشاركة في نقل تجربة البحرين في هذا المجال طبعا أن المرأة البحرينية لها تجربة جدا غنية في العمل السياسي ونحن اليوم أبرزنا خصوصا أمام وسائل الإعلام المختلفة طبعا أنهم ركزوا على دور المرأة البحرينية وعدد النساء البحرينيات في البرلمان ودورها طبعا والدور المهم لتلعب المرأة البحرينية ونحن ذكرنا لهم أن المرأة البحرينية الآن تتشكل تقريبا 25% من عدد أعضاء البرلمان البحريني وطبعا هذه النسبة يعتبر عالميا هي النسبة المعتمدة عالميا وطبعا المرأة البحرينية لا شك بأن هي لها دور مؤثر في العمل السياسي وفي طبعا اتخاذ القرار وهذه التجربة اللي احنا طبعا قاعدين ننقلها من خلال هذه المحافل والمشاركات يعني نالت اعجاب فعلا المشاركين والدول المشاركة عن مدى يعني الدور اللي تلعب المرأة البحرينية يعني دور السياسي اللي تلعب المرأة البحرينية وشلون أن المرأة البحرينية وصلت إلى هذه المواقع وهذه النسبة الكبيرة في البرلمان نعم من أبوظبي نائب الثاني لرئيس مجلس الشورى الأستاذة جميلة علي سلمان رئيس وفد الشعب البرلماني المشارك في القمة العالمية لرئيسات البرلمانات شكرا جزيلا لكي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر